أدت إلى انكلاب تتابع طبقات في هذه الموضوع تمام؟ نخش على المبدأ الرابع Principle of the Continuity أو Lateral Continuity اللي هو لامتداد الأفق أو الأفقية الأصلية بمعنى إيه؟ إن البحر ممتد أو المحيط فبقى مقود طبقة الطبقة دي موجودة على طول امتداد الأفق على البصر طول ما أنا ببص في الأفق هلاقي إن الطبقة دي أفقية أهي لو بصيت مثلا عندي هنا مثلا في الطبقة طول ما أنا ماشي كده الطبقة دي ممتدة معايا على طول ده المفروض الأساس إن الطبقة تكون ممتدة معايا في الأفق لإن ده المبدأ هي بتترسب من المحيط المحيط كبير جدا واسع فخلاص الطبقة بتترسب بشكل أفقي وتعالوا ناخد أمسي لها بردك على نفس الكس أهي بص معايا الطبقة دي ده الطبقة هيت عندنا بردك من صخور عصر مايوسين موجودة في خليج السويس في البحر الأحمر في منطقة سفاجة الكسير ودي من الطبقات اللي انتوا شاء الله بالنسبة لك حدرسوها اللي هي ايه بتحوي على رواسب الجبس خام أو معادن الجبس ده طبقة لو بصيت لشاء باب الطبقة دي ده طبقة أفقي ومشي على امتداد الأفق طب تعالوا بقى أنا حيمشي مع هذي الطبقة وشوف هل حتيني ماشي مع الأفقي إلى مالة نهاية وليه اللي حصلت نفس الطبقة دي انتقلت للمكان تاني آه بص الطبقة بقيت فين نزلت تحت طبقة وبقى الطبقة ميلة تاني بقى بص ماشي معاك هل هي ممتدة هنا ولا جيه هنا تغير آه واضح جدا ان الطبقة هنا تغيرت يا شباب وبقى لهاش امتداد أفقي طب ايه اللي حصل بقى المفروض ان انا عندي مادة الطبقات بيقول لي ان اي طبقة لها حاجة اسمها لا ترى الكونتينواتي الامتداد الأفقي ان الطبقة دي ممتدة إلى مالانهاج ده المفروض الصح او ده اللي بيحسن الطبقة دي ممتدة لمسافات كبيرة جدا ولكن بنيجي في مناطق في الجبل الاقي الطبقة دي مش ممتدة لا اجت هنا وتقطعت طب ايه اللي حصل يبقى ايزا هنحط علامة استفاهم يبقى ايزا هنا في حدث جيولوجي معين ادى الى اختلاف وضع هذه الطبقة عن الوضع الطبيعي وضعها الطبيعي بقول ايه اللاتيرال كونتينواتي ان المبدأ الرابع من علم الطبقات بقول ان الطبقة دي ممتدة الى مسافات كبيرة جيت مرة واحدة في منطقة ما لقيتها مش ممتدة جيت اتقطع يبقى ايزا في حاجة هنا ايه اصر ايه اللي وضع بعد كده بقى تدرس ان في المنطقة اللي فيه ما يسمى الفالق او الصدق هو ادى الى كسر زي الطبقة او اختفاءها هنا او نزولها منطقة تانية ايزا دلوقتي انا هنا بساعدني في الاستكشافات الجيولوجية بساعدني في ان انا اعصر على التركيب الجيولوجية بسهولة جدا لان لو فاهم طبقات كويس هتسهل عليك فعلا مادة الجيولوجيا التركيبية مش هتقدر تفهم جيولوجيا التركيبية كويس خاصة في الفد لما تكون فاهم مبادئ طبقات لان مبادئ الطبقات لما تلاقيها مبادئ الطبقات موجودة خلاص مفيش مشكلة اما تلاقي مبدأ مش موجود وغير مفاعل وغير مطبق على مادة يبقى ايزا فيه حاجة اثرت على هذه الطبقات خلتها مالهاش امتداد افكي ومعظم هذه التأثيرات هي نتيجة حركات تكتونية او جيولوجيا تركيبية واضح شباب طيب نبص على المبدأ اللي بعد كده ده طبعا هوت برضك الامتداد الافكي ولو حتى جيت تقطع في المكان يبقى ايزا فيه وادي موجود قدأ الى طبقات دي طبقات هي امتداد للطبقات ولكن في النص هنا مش موجود ليه بقى لان دي الوقت قدأ لعملات تجوية وعملات تعريق وعملات تآكل قدت الى التغير في وجود هذه الطبقات يبقى اي قطاع موجود عندي ياما القطاع ده فيه جيولوجيا تركيبية او حصل عملات تجوية وتعريق قدل لان المفروض الطبقات دي ممتدة في كل اتجاه ليه بقى مش ممتدة في الاتجاه اللي انا واقف فيه بصور لان المنطقة دي تعرضت لعملات التجوية والتعريق قدت الى تكون ايه او دية زي ما تشايفين كده طيب نفس الكصة اهو برضك بص اي اخد الطبقة الحمرة دي تلاقي لها امتداد افك على امتداد البص اي انقطاع من الجزء ده وجزء ده لان في النص هنا في الوادي قدت الى تكون وادي عملات تجوية وعملات تعريق قدت الى تكون ان البحر طبعا مش برسل في حتة وسيفل وبيرسل الطبقة كلها ولكن انا لما بنيجي بقى في الشروجية الحديثة او في الدراسات الحقلية نلاقي الطبقة موجودة في منطقة واتقطعت وتواجد التاني بايزا في حاجة هنا نقول دايما ان في حاجة في النص هنا يا اما فالق يا اما ان المنطقة دي اتعرضت عملات تجوية وتآكل وقدت لتكون وادي ففصل الطبقة دي عن الطبقة دي اللي هي المفروض في القصن هما متصلين مع بعض كل ده انا عرفتم منين من خلال تطبيق مبادئ الطبقات المبادئ البسيطة دي هي دي المفتاح بتاعت ده المفتاح السحري بتاعت اللي بخليك تعمل تقرير الجيولوجيا على اي منطقة يعني ده بالضبط لهذه المبادئ اعتبرها المفتاح السحري اللي هي نقطة الانطلاق اللي انت حتقدر تعمل عنها تقرير الجيولوجيا على اي منطقة وتقول ايه الاحداث الجيولوجية التي حدثت في ذا المنطقة نيجي لي ترجمة نانسي قنقر